اشتركوا في القناة في جرد مادة الكتاب فهو مليء بالمراجع وهو يتكلم عن قضية محاولة التغيير الثقافي في السعودية على ضوء سياسات مكافحة الإرهاب فلما حصلت عملية الحادي عشر من سبتمبر ويكون عدد المنفذين تسعة عشر شخص من بينهم خمسة عشر سعودي فهذا ليس أمر النشاز أو شاذ بل هناك مشكلة في ثقافة المجتمع الذي أفرزت لنا هذا الكم إذن من العبة مكافحة الإرهاب عسكريا وأمنيا مع إبقان الخزان البشري كما هو فهذا أشبه بالحرث في الماء الحديث عن رغبة الغرب في تغير المجتمعات غالبا ما يكون قرينا بالحديث عن نظريات المؤامرة الغرب يتآمر علينا مما يجعل هذا الكلام ضربا من ضروب السخف خصوصا مع تهكم الكثيرين حول هذه المصطلحات ومدلولاتها ولكن الكتاب لم يتكلم عن شيء خفي أو سري أو وثائق لا يستطيع التأكد من صحتها بل من مواقع رسمية وأمور منشورة وربطها ربطا جيدا تدل على جهد المؤلف في التقصي وربط الخيوط ببعضها الكتاب أغلبه محاولة عرض أي ليس محاولة رد أو استدراك لذا الكتاب تقل فيه التعليقات المعاقبة على تخليصات المؤلف للمعلومة وبذلك يكون الكتاب موجه إلى من حسمت لديه قضايا الشرعية التي تكلم عنها المؤلف في الكتاب لأن هذه الفئة تتفق على المؤلف في المقدمات رغم هذا التباين في مستوى القراء إلا أن هذا لا يقدح في نظري للكتاب فمن أراد نقاش هذه القضايا وبسط أدلتها فليذهب إلى مضانها حتى لا يكون الكتاب مجرد تكرار للمكرر وكذا القضايا المعنية في الكتاب تدل دلالة واضحة أن المقصد منها ليست الهدف هو تحقيق الجانب المشرق منها واعتمد المؤلف هنا على قضية المقاربة والقياس للذلالة على ذلك وهذا من أنجع صور الاستدلال كما سوف ترى في الكتاب والخلاصة أن رؤيتي للكتاب تقول لك بشكل واضح أن بعض القضايا لا ينفع معها التواغل في العلم الشرعي دون الإبصار بفقه الواقع حتى لا تكون بيدقا أو قطعة شطرنج تتني على شيء جزئي دون النظر إلى أبعاده الكلية فتهدم أن تتظن أنك تبني وهذا أطنب الكلام حولها المحدث عبد العزيز الطريفي في كتابه العقلية الليبرالية وفي الختام أقول لقد كانت الثقافة ولا زالت حربا من الحروب التي تشنها الأمم على بعضها البعض وهناك من يفطن أن الثقافة جزء لا يتجزأ من الهوية ومشروعيتك لا تتم إلا بهوية مستقلة فلو كان الشخص يتكلم إنجليزي أكثر من الإنجليز نفسهم وثقافته وعاداته من عاداتهم فلم يبق من عروبته إلا الإسم الذي لا ينفع أن يناكف به الآخرين والمفروغ من مضمونه ولذا ترى أن أمثال الباحثة البريطانية فرانسي ستونر سوندريز أفردوا مصنفات في ذلك مثل كتابها من الذي دفع للزمار الحرب الباردة الثقافية تعطيك تصور كيف أن حروب الثقافة لا تقل شأنا عن الحروب العسكرية من أجل مسخ الآخر وإلحاقه بالتبعية